بسم الآب والابن والروح القدس أمين الأسبوع السابع من زمن العنصر 2020 نهار الأربعاء أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا لوقا 10-17-20 قال لوقا البشير عاد الاثنان والسبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخدعوا لنا باسمك فقال لهم كنت أرى الشيطان ساقطا كالبرق من السماء ها إني أعطيكم السلطان لتدوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو فلن يؤذيكم شيء لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخدع لكم بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السموات حقا والأمان لجميعنا هالإنجيل اليوم بفرح بالرغم من كل الصعوبات يلي يسوع نبه تلميزه مننا والأخطار وبتجعلنا نقف مثل يأسين أنه يا يسوع شو بدك مني أعمل رسولك أو أعمل تلميزك المشكلة الكبيرة يا يسوع فأنا كتلميزك أحط حالي بالتساؤل ولكن في شيء ممكن يغر أنه والله شياطين ستخضع لي يسوع بنبه من غرور التلميز من الغرور يلي ممكن يقع فيه التلميز أو الرسول كل كاهن وكل راهن مثل ما يسوع حكي الفرسيين والصدقيين بيوصلوا لمحل الناس تعجب فيهم تكرمون يعرضون أهدابهم يحبون المجالس والمقاعد والمقامات يكرموا ويعطوا مال يعطوا الجاه وأيدق فممكن يضيعوا ويغرقوا فيه وممكن يكونوا متجردين وروحيين كتير وبعاد عن كل تكريم الناس ولكن ينغروا أنه هاي أرواح تقضع لهم هوني في كتار من يلي بحبوا دغري يمكن يعملوا اكزورسيست يعني دغري يبالشو يشتغلوا ويطردوا الشياطين بيبالشو يجوا هالستات والناس اللي عندونه بيصير عنده مديح وغرور هالغرور هو الشيطان بيكون هالغرور فلت منشي واحد مسكون لا سمح الله في حين حدا مسكون ودخل بهالشخص الروحي الرجل الروحي اللي عم بيعمل حاله اكزورسيست وبينفخوا بينفخوا بالمعنى بالغرور أنه أنا يبقى مين قد أن الأرواح تقضع لك الأرواح تقضع لي فيسوع نبه منها الخطر لا تفرحوا بأن الأرواح تقضع لكم بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات كل ما حطينا حالنا وتوضعنا ونزلنا واخلينا زيتنا وتفرغنا عن كل عظمة وعن كل مديح كل ما اسمنا تطمننا بيله مكتوب بالسماء في سجل الحياة حسب رؤية يحنى والويل لنا إذن محا اسمنا تعرفوا وقت بيغضب واحد من الثاني عنا بالشارع هون خاصة باللبنان بيقول له بدي أمحي لك ذكرك هين كتير أنا أمحي ذكر إنسان تاني بس يسوع أو الله أو السجل بالسماء كتب له اسمه بدهب لأنه قديسي الأخطر مثل ما قال ربنا ما تخافوا من يقتل الجسد ولا يستطيع أن يفعل شيء فيما بعد خافوا من من يقدر أن يهلك الجسد والنفس في جهنم النار أي أكتر من هاي كمان بيمحيلنا اسمنا من سجل الحياة يلغي لنا ذكرنا من سجل الوجود هيدا شغلة كتير مهمة لألنا كبشر ننتبه له أول شي ما نقول له حدا بدي محيله ذكره تانيا نخاف على ذكر ما ينمحه وكل حياتنا نحن منعيشها بقالها أمل وحياة أنه يكون لنا الذكر الطيب بعد منا أهلنا يكون لهم الذكر الطيب من خلالنا وأنه يحبوا إلهنا أو يحبوا مسيحنا من الذكر الطيب تبعنا أعمال الطيب يتبعوا لنا والله معكم